السلام حبيبتي وشعركم إن شاء الله تكونوا لبس إن شاء الله تكون صحتكم ترية تربيا مرحبا بكم في نوف الفيديو سيلم عشان يوتيوب الفيديو هذه اللبنات هي تحليات جدا منعيشة بزا 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 بالكريم باتيسيار و لا كيم شانتي يعني الكريم هذه الكريم ديبلومات فلا حبيبتي نبدأ بأول طريقة هي كريم باتيسيار عندنا زوج كيسان تحليب ونص وعندنا ثلاث ملاعق سكر ونصف الحليب ونصف الخليط هذا وعندكم ثلاث ملاعق كبار النشاء وملعقة كبيرة زبدة أهنا كما كنت تقسمتهم الزوج فضرت الحليب و شوية سكر يتفعوا ببهي طيبه وعندنا هم أخبت الخليط أخبت الخليط بزا بطا ملاعق البيض مع ثلاث ملاعق نشاء ونخلطه طريط بيح حتى يطلع البيض الزبدة اضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه الضبدة بإمكانه لا تحرك كرين باتيسيا بإمكانه أبنى لقد اضعت ملعقة على الزبدة لقد اضعت ملح 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 لقد اضعت شكارة نغطي بها كريم باتيسير ونضعها في الفريجيدار لمدة نصف ساعة لا يوجد متوفر هذا البلاستيك وبين ما اضعتها في الفريجيدار سوف تكون بارد برد نضعت لأكمبيات الملح ملح 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 نختنم الفرز و ندره بها تحليات بزا بزا وكيف في البنات الثانية جبت البيسكويت هذا يعني إذا رحيت نرحيه في الروبو وكلش رحيته بركي بيدي يعني فتته بيدي كما رحكم تشوفوا الطريقة ثانية بعد ما كانت بردة الكريم باتيسيار خلط لها الكريم شانتي وعودت لها بالباطور باش ما اي تاكاتولات يروحوا ايهوالا حبيباتي هنا ونجيو لتزيين جبتنا لفغين هذا بلاستيك ومعدر الطبقة اللولة البيسكويت وحبيبتت كريم ديبلومات بعد ما قلتت مختارة وبالتحصلت لها كامل ايهوالا حبيبته لديهم ناكارت لديهم مل يعني إذا نريد خلط لها المل ايهوالا حبيبته بالوع حبيبته عندما نرحل انحتاج لها صغار ايهوالا حبيبته بالقر والنظر المل السنجة اللولة البينات من الأفضل سأستعمل هذا الدكوف خوية تصدق الفارولة 17000 بارك يجب أن تكون السبب جداً هذه هي الطبقة يجب أن نخلط أوليون و تشد لي ليد و كل شي قدرت هذي الواجدة ديراكت و بيانسور زيت طبقة ثانية تاع البيسكوي و طبقة الأخرى تاع الكخيم هذيك و زينتها بحبة فارولة و نصف فارولة و شوية ديكو فخوي هبا يعني نتجة ابننا ما شاء الله تجربوها تحلية رمضانية تحبو تديروها كي ديوكم ضياف خطوبة كلش كلش شوفها في مهيب تلعيد يعني تديروها راح أتصلح لكم بزا بزاف وهنا ما علينا نقولكم تهلا في الوقتكم تلقوا في فيديو لحقي إن شاء الله و ما تنسوش تبرتجي ولا شيء مع صحابتكم وتخليوا لي تعليقاتكم الحلوة إذا تجبكم الفيديو باي باي ترجمة نانسي قنقر